يحط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرحالة في العاصمة الفرنسية باريس في ثاني زيارة له لأوروبا خلال الشهر الجاري هذه المرة بدعوة من نظيره إمانويل ماكهون للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي وإحياء مرور مئة عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى ملفات عدة يناقشها الزعيمان عند لقائهما في قصر الإليزي فوفقا لمجاء في بيان للرئاسة الفرنسية تتسم الزيارة بأهمية بالغة وتهدف إلى تقريب وجهات النظر بين فرنسا والولايات المتحدة من جهة وواشنطن والأوروبيين من جهة أخرى ويحاول من خلالها ماكرون تخفيف العزلة عن ضيفه بالنظر إلى العلاقات الصعبة التي يقيمها ترامب مع دول عدة نتيجة تمسكه بشعار أمريكا أولا حسب الإليزي تركز المحادثات على الجانب الأمني لا سيما مكافحة الإرهاب فهي مسألة توافق أساسية بين البلدين لحماية المصالح الحيوية في الشرق الأدنى والأوسط وإفريقيا إذ تعتبر فرنسا ثاني دولة مساهمة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق لكن في المقابل تبقى القضايا الخلافية حاضرة في القمة الفرنسية الأمريكية خلافات يأتي في مقدمتها الموقف الأمريكي المغاير بشأن تغير المناخ وإصرار واشنطن على اتباع سياسة خاصة بها في هذا المجال بعد إعلانها لانسحاب من اتفاق باريس ويقول محللون إن ترامب يصل إلى فرنسا في وقت لا تزال فيه نتائج مجموعة قمة العشرين تتفاعل بين أعضائها فضلاً عما يواجهه من ثقة للضغوطات الداخلية مع استمرار الجدل بشأن مزاعم التدقل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذهب البعض إلى التذكير بإشارات الصداقة التي غمر بها ماكرون ترامب في اجتماع قمة العشرين في تناقض واضح مع باقي القادة الأوروبيين وخصوصاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ميركل المنتقدة لترامب كان لها لقاء مع ماكرون قبيل اجتماعه مع ناظره الأمريكي ناقش فيه الجانبان ملفات الدفاع الأوروبي ومكافحة الإرهاب والتحالف في دول الساحل والتنسيق الضرائبي والاجتماعي في الاتحاد الأوروبي